صموا الاتو قول الحق مصر عجبتك ولا لا ده اللي قدر اقول وانا على الهوى صموا الاتو قول الحق مصر عجبتك ولا لا الحقيقة يعني الكلام او كل ما فعلوا صموا الاتو خلال الفترة السابقة ما قبل البطولة كلنا حيناه وكلنا كافرقة وقفنا وقلنا ولكن ما حدث في البطولة وخصوصا في مباراة جزر القمر القمر الحقيقة كانت حاجة فاضحة امام الجميع وامام اعنى الجميع لاعب ما بيلعبش وعلى الجانب الاخر لاعب تاني بيلعب ولكن في النهاية من منتخب تاني يعني بيلعب النهاردة زي ما حضراتكم شفته مورسة ضد مصر خلال الاربع خمس ايام اللي فاته بعد فوزنا على الشقيق المنتخب المغربي مورسة على مصر ضغوط كثيرة جدا من حيث التصريحات من حيث الاقامة من حيث حاجات كثيرة جدا هتكلم فيها مع حضراتكم دلوقتي لانه ما كنتش قادر اتكلم فيها في الثلاث اربع ايام اللي فاته ولكن النهاردة لازم اتكلم لازم اقول ان لعبتنا دور رجالة العالم اللي ورا حضراتكم والعالم اللي انتو شايفينه ده بالفعل هو فخر لنا كلنا وبالفعل هو فخر لكل مصري العالم ده لما بنحطه على اجسامنا بيبقى بيدينا ناس تانية والله العظيم بجد العالم ده لما بنحطه كده على اجسادنا الناس دي الطاقة بتاعتها بتبقى بدل ما هي 100% بتبقى 500% حاجة جميلة جدا وحاجة ايه الفخر اللي احنا فيه ده وايه السعادة اللي احنا فيها دي نهاردة انا شايف كل الناس من عاديد بنتفرج هنا كلنا الناس قد ايه فرحانة الناس قد ايه مبسوطة محدش بيفكر في حاجة تانية كل الناس بتفكر في شيء واحد بس ازاي منتخب مصر يقدر يفوز الفرحة مش في مصر بس ولكن الفرحة في كل اشققنا الفرحة في الجزائر الفرحة في المغرب الفرحة في تونس الفرحة في السعودية الفرحة في الكويت الفرحة في الامارات فرحة في كل مع كل اشققنا العرب هي دي دائما مصر سبب فرحة المصريين والعرب كلهم زي ما حضراتكم شايفين إحنا حملين لواء الفرق أو المنتخبات العربية في البطولة الإفريقية. والحمد لله ربنا كربنا قدرنا نصعد للدور النهائي.